ها هي قصة مقتل الشاب سالم البالغ من العمر 27 سنة والذي كان يشتغل حارس حضيرة السيارات بعين الموس بولاية الصيف قصة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يستيقظ عليها الجزائريون كل مرة بحيثيات مروعة سالم الذي قتل بأبشع الطرق عثر عليه من طرف عمال النظافة بمفترق الطرق بعين الموس جاتوا ضربة هنا يريك ثلاثة وطاح ساعة ونصف الغزو السويع واحد ما شافه جاءوا كالناسة صباحة وما لقوا التعليق وصيات الخدامة وما لقوا يطايشنا لحقوا به رابوليس قال لك الديم ربي مع الاباناش مسكين كان خاطئة يوير وكان جاءت يستبيت جاءت يزوج صدمة خلفتها طريقة مقتل الشاب الذي أزهقت روحه دون أي وجه حقه وهو ما خلف استياء وصدمة وسط أهله وجيراناها تكروه تسبيطار حتى تسبيطار بعلمت ثمانية ونصف والله بعلمت وشفته نعتوه لي هكذا بلي الدم في رأسه مضروف في رأسه باقي معلومات ما علي بيشكون والله كيفاه والله ما علي بيش مقتل الشاب سالم هو نموذجا عن جرائم قتل متعددة الأسليب فمن أتى لي؟ ومتى ينتهي هذا المسلسل المحزن؟